استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء العراق محمد شيع سوداني الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترأس اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق وأقيمت مرسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له حيث من المقرر أن يترأس رئيس وزراء مصر والعراق غدا اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين المصري والعراقي كما سيتم عقد منتدى رجال الأعمال من البلدين وسيتم في ختم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وسائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات